بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلابي طلاب الصف السادس ابتدائي ورحب بكم أنا المعلمة ناسم طيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية اليوم بإذن الله نختم درسنا السابق في مادة العلوم موضوع درسي موارد الأرض موارد الأرض التربة وأنواعها الصخور والمعادن أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على موارد الأرض التربة وأنواعها الصخور والمعادن الأهداف التعليمية للدرس أن يعرف الطالب والطالبة الموارد أن يسمي الطالب والطالبة الموارد التي نحصل عليها من الأرض أن يذكر الطالب والطالبة فوائد التربة أن يعدد الطالب والطالبة فوائد الصخور أن يسمي الطالب والطالبة بعض أنواع المعادل أن يعدد الطالب والطالبة استخدامات المعادل أن يذكر الطالب والطالبة أن موارد الأرض مهمة لجميع الكائنات الحية ما معنى كلمة الموارد؟ الموارد تعني أشياء نحصل عليها من الأرض ونستخدمها هي أشياء من أين نحصل عليها؟ انظروا إلى الصورة نحصل عليها من الأرض ثم نستخدمها من الذي يستفيد من موارد الأرض؟ جميع الكائنات الحية تستفيد من موارد الأرض يستفيد الإنسان من موارد الأرض تستفيد الحيوانات من موارد الأرض كما أن النباتات تستفيد من موارد الأرض ما هي موارد الأرض؟ موارد الأرض قد تكون موارد حية وموارد غير حية الموارد الحية قد تكون دائمة لا تنفذ وقد تكون غير دائمة تتعرض للنفأ ما هي الموارد الحية الدائمة؟ موارد الأرض الدائمة التي موجودة بشكل دائم الماء، الهواء، الشمس، النبات، الحيوانات ما هي موارد الأرض الحية الدائمة؟ الماء، الهواء، الشمس، النباتات، الحيوانات ماذا نستفيد من موارد الأرض الطبيعية الحية؟ نستفيد من الماء والهواء والشمس أن جميع الكائنات الحية تحتاج إليها وهي من الحاجات الأساسية لبقاء الكائنات الحية على قيد الحية الماء والهواء وضوء الشمس مهم للكائنات الحية ماذا نستفيد من الموارد الطبيعية النباتات؟ ذكرنا أن أحد الموارد الطبيعية الدائمة النبات ماذا تعطينا النباتات؟ النباتات تعطيني المحاصيل الزراعية مثل التمور والفواكه والخضروات نستفيد من خشب النبات في صناعات مختلفة ومنها صناعة الأثاث إذن النباتات أحد الموارد الطبيعية الدائمة ماذا نستفيد منها؟ الحصول على المحاصيل الزراعية مثل التمور، الفواكه والخضار نستفيد من النباتات نحصل على أخشابها ثم نستخدمها في الصناعة من أحد الصناعات صناعة الأثاث ماذا نستفيد من الموارد الطبيعية الحيوانات؟ نستفيد من الموارد الطبيعية الحيوانات الحصول على الألبان والأسماك واللحوم المختلفة نحصل منها على الصوف والجلود التي تستخدم في الصناعات إذن الحيوانات هي من موارد الأرض الدائمة الدائمة موجودة دائما لا تنقطع ماذا نستفيد من الحيوانات؟ نحصل منها على الألبان واللحوم نحصل منها على الصوف والجلود المستخدمة في الصناعة ما هي الموارد غير الحية؟ هي عنوان درسنا لهذا اليوم الموارد غير الحية هي الموارد التي قد تتعرض للنفاذ مثل ماذا؟ مثل التربة مثل الصخور مثل المعادن الموارد غير الحية التربة الصخور المعادن ما هي التربة؟ التربة هي خليط من فتاة الصخور وقطع صغيرة من النباتات والحيوانات الميتة هذه أحد أشكال التربة منظر؟ هذه أحد أشكال التربة إذن التربة هي خليط من فتاة الصخور وقطع صغيرة من النباتات والحيوانات الميتة ما هي أنواع التربة؟ للتربة أشكال وأنواع مختلفة نذكر منها التربة الرملية التربة السطحية التربة الطينية كيف تتكون التربة؟ ننظر إلى الصور تتكون التربة من الصخور من بقايا الحيوانات من الماء ومن الهواء بهذا الشكل تتكون التربة ما هي فوائد التربة؟ ماذا نستفيد من التربة؟ التربة مهمة للنباتات هي مسكن النبات نستفيد من التربة أيضا في صناعة البيوت كما كان الحال قديما استخدموا الناس التربة الطينية لبناء المنازل ثاني موارد الأرض هو الصخور ما هي الصخور؟ الصخور مواد صلبة تتكون من ماذا؟ من معدن أو أكثر قد تكون الصخور في باطن الأرض أو على سطحها إذن الصخور هي مواد صلبة تتكون من ماذا؟ من معدن أو أكثر من معدن قد تكون الصخور في باطن الأرض أو على سطحها عندي هنا مجموعة من أشكال الصخور للصخور أشكال مختلفة كما ترون يا طلاب الصف السادس هذه بعض أشكال الصخور التي نحصل عليها من باطن الأرض أو من سطحها تختلف الصخور من حيث شكلها من حيث حجمها من حيث ملمسها ومن حيث اللون رأينا أن الصخور تختلف من حيث الشكل من حيث الحجم من حيث الملمس بالصخور ألوان مختلفة وملامس مختلفة قد تكون خاشنة وقد تكون ناعمة بالصخور ألوان وأحجام مختلفة ما هي أنواع الصخور؟ الصخور النارية وهي المنصهرة في باطن الأرض هذه صورة لأشكال الصخور النارية الصخور الرسوبية وهي عبارة عن رواسب تراست وتماسكت ثم تحولت إلى صخور هذه بعض أشكال الصخور الرسوبية الصخور المتحولة عندما تتعرض الصخور لدرجة حرارة وضغط مرتفعة فإنها تتحول لصخور أخرى هذه أشكال الصخور المتحولة إذن للصخور أنواع متعددة نذكر منها الصخور النارية الصخور الرسوبية الصخور المتحولة مماذا تتكون الصخور؟ ذكرنا في التعريف أن الصخور تتكون من ماء من طين، من بقايا كائنات، من رمل ومن معادل تتكون الصخور من معدل أو أكثر من معدل من العوامل التي تساهم في تشكيل الصخور الماء، الطين، بقايا الكائنات، رمل ومعادل سؤال، في ماذا نستخدم الصخور؟ ما هي استخدامات الصخور؟ تستخدم الصخور في البناء الصخور تتكون من معادل والمعادل تستخدم في البناء كما ترون في الصورة في بناء المنازل نستخدم الإسمنت والرخام وتستخدم واجهات المساجد والمدارس والبنايات الحكومية الرخام إذن من استخدامات الصخور تستخدم في البناء وتجميل واجهات المساجد وتجميل المنازل المعادن، المعادن هي ثالث موارد الأرض هي مواد طبيعية غير حية توجد عادة بحالتها الطبيعية في باطن الأرض والمعادن تشكل الصخور إذن المعادن هي عبارة عن مواد طبيعية غير حية توجد عادة بحالتها الطبيعية في باطن الأرض والمعادن تشكل الصخور سؤال تختلف المعادن من حيث ماذا؟ تختلف من حيث اللون، من حيث القساوة، من حيث البريق ومن حيث المختش من حيث اللون، القساوة، البريق، المختش أمثلة على المعادن عندي هنا مجموعة من المعادن مثل معدن الذهب، معدن النحاس، معدن الفضة، ومعدن الحديد، ومعدن الألومنيوم إذن أمثلة على المعادن الذهب، الفضة، النحاس، الألومنيوم، والحديد في ماذا تستعمل المعادن؟ ما هي استعمالات المعادن؟ تستخدم لصناعة الأثاء، تستخدم لصناعة الحلي مثل الذهب تستخدم في صناعة المجوهرات أيضا، الألومنيوم يدخل في صناعة أدوات الطهي النحاس موصل للكهرباء من استعمالات المعادن أيضا، يستخدم بعض أنواع المعادن في البناء في صناعة الأبواب وفي صناعة النقود سؤال، ما هي العلاقة بين الصخور والمعادن؟ تتكون الصخور من عدة معادن، المعادن لها من تركيبة مختلفة أحذر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة النشاط الأول صفحة 150 إملاء الفراغ بالكلمة المناسبة مستعينا بصندوق الصور أنا موجود في الأرض، صلب ومفيد لدي أشكال مختلفة فمن أكون الصخور، أنا خليط من فتاة الصخور وبقايا النباتات والحيوانات فمن أكون أحسنتم الطين أنا من فتاة التربة والصخور تحتاجني الكائنات الحية فمن أكون المعادن النشاط الثاني صفحة 151 صل بين العبارات في العمود الأول وما يناسبها في العمود الثاني لتكوين جملة مفيدة توجد الصخور والمعادن، أين توجد؟ توجد تحت سطح الأرض أو فوقها تغطي الصخور الأرض والتربة وهي من موارد الأرض غير الحية الهواء والماء والنبات والحيوان والصخور كلها موارد طبيعية النشاط الثالث صفحة 152 ضع مكونات التربة في المكان المناسب على الصورة مستعينة بصندوق الكلمات ما مما تتكون التربة؟ تتكون التربة من الماء كما ترون في الصورة الماء تتكون أيضا من بقايا الحيوانات وتتكون من الطين والمعادن وصخور صغيرة النشاط الرابع صفحة 153 املأ الفراغات بالكلمة المناسبة لكونات التربة ماء، هواء، دود الأرض، نمل، صخور مفتتة، معادن، بقايا، حيوانات متحللة نكمل العبارات العبارة الأولى تتكون التربة من مجموعة مواد مثل ما هي مكونات التربة؟ ماء، هواء، معادن في داخل التربة يوجد ماذا؟ يوجد دودة الأرض والنمل العبارة الثالثة تحتوي التربة على صخور مفتتة وبقايا حيوانات متحللة النشاط الخامس صفحة 154 اختر الكلمة المناسبة لمكونات الصخور من صندوق الكلمات ثم اكتبها في أعلى الصور المناسبة أمامي مجموعة من الصور الصورة الأولى هي صورة ماء، الصورة الثانية طين، الصورة الثالثة بقايا، كائنات، الصورة الرابعة، رمل، الصورة الأخيرة، معادن النشاط السادس صفحة 154 اختر الكلمة المناسبة لمكونات المعادن من صندوق الكلمات ثم اكتبها في المكان المناسب أعلى الصورة مماذا؟ تتكون المعادن تتكون المعادن من درجة حرارة عالية من أملاح الأرض ومن فحم النشاط الحادي عشر صفحة 159 ضع علامة صح للعبارة الصحيحة وعلامة خطأ للعبارة الخاطئة التربة الرملية خشنة وحبيباتها كبيرة ولا تحتفظ بالماء التربة الرملية ليست خشنة إنما ناعمة عبارة خاطئة العبارة الثانية التربة الطينية ملساء وصغيرة وتحتفظ بالماء إجابة صحيحة العبارة الثالثة التربة السطحية حبيباتها مخلوطة بالرمال والطين والطمي عبارة صحيحة تختلف النباتات باختلاف نوع التربة نعم النباتات تتأثر بنوع التربة العبارة الأخيرة يزرع نبات الصبار في التربة الطينية لاحتفاظها بالماء عبارة صحيحة النشاط الثالث عشر صفحة 160 املأ الفراغ بمساعدة سالم في عملية بحثه داخل التربة بدأ سالم بحفر أحسنتم الأرض وجد بعمق الأرض صخور ومعادن النشاط الرابع عشر صفحة 161 ارسم دائرة حول الإجابة الصحيحة توجد في داخل الصخور المعادن مادة صلبة موجودة في التربة الصخور المعدن الذي نستخدمه في لبس الزينة الذهب يستخدم في بناء المدارس والبيوت الصخور يتميز بالبريق واللمعان المعادن في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الاطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والصبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة ابنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة الأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات ومكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من حصص الدراسية إلى المنزل وذلك بتعريف الطلاب بموارد الأرض وأهميتها وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درس موارد الأرض استعرضنا جميع موارد الأرض واستخداماتها كانت معكم معلمة إناس مطاري في أمان الله